رحل عن عالمنا أمس أشهر طفل في تاريخ السينما المصرية بلا منازع هو فنان صاحب موهبة استثنائية أحمد فرحات اللي اشتهر باسم فصيح أو طفل المعجزة من مقرر أن تشيع جنازة الفنان أحمد فرحات النهاردة بعد صلات الظهر في المسجد عمر بن العاص تعالوا نشوف مع حضراتكم أهم المحطات الفنية في حياة أحمد فرحات رحل عن عالمنا أمس أشهر طفل في تاريخ السينما بلا منازع فنان ذو موهبة استثنائية لازمته منذ نعومة أظافره صاحب الوجه الطفولي أحمد فرحات ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان اليوم بعد صلات الظهر من مسجد عمر بن العاص ما تزعلش يا مزور أنا حاب أزورك في المؤسسة أنا زي أبوك تمام أنت حرامي؟ حرامي؟ لا أنا ما عنديش أولاد يا قسال شارك أحمد فرحات في عدة أفلام خلال طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية حيث تمكن من تكسيد مختلف الأدوار ببرعة مما جعله من أشهر نجوم السينما المصرية في تلك الفترة وكان فرحات أحد أشهر أطفال السينما المصرية في فترة الستينيات إذ استطاع جعل الجمهور يلتفت لشخصية فصيح الأخ الأصغر للفنان عبد المنعم إبراهيم أو عصفور في فيلم سر طائد الإخفة ورغم عرض الفيلم في نهاية الخمسينيات إلا أن الجمهور ما زال يضع فصيح في جانب مختلف بين أطفال السينما المصرية شارك في عدد من أشهر الأفلام منها مجرم في أجازة عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف وإشاعة حب عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف ورغم قصر مسيرته الفنية إلا أن أحمد فرحات سيظل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية وستظل أفلامه شاهدة على موهبته الاستثنائية وابتسامته التي لا تنسى